في إطار السعدادات التحذيرية لامتحانة البكالوريا لدورة يونيو 2020 والتي تجرى استثناء هذه السنة يوليو 2020 نظراً لانتشار جائحة كورونا فيروس كوفيد 19 المستجد قامت المديرية الإقليمية بتوجيهات من وزارة التربية الوطنية وكذلك من الأكاديمية الجهوية بسلسلة من العمليات التحذيرية التي تستحضر هذه الضرفية سواء عمليات تحذيرية تربوية أو كذلك تنظيمية أو كذلك الوقائية احترازية أولاً اللي نبغي نبدأ به هو أن منذ فرض الحجر الصحي في 14 مارس 2020 تم الاشتغال أو ضمان استمرارية بداغوجية من خلال اعتماد التعليم عن بعد وهي العملية التي ساهمت المديرية الإقليمية على غيرار الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية الأخرى في إعداد مضامين رقمية تم باتها عبر مجموعة من المراحل في القنوات التلفزية وكذلك عبر مصطحة تلميتيس وكذلك باعتماد أقسام افترادية سواء بنسبة لمؤسسة التعليم العمومي أو الخصوصي ضماناً لاستمرارية بداغوجية بحيث لم تتوقف الدراسة ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا فهذا التعليم عن بعد لماذا ذكرته لأن المرحلة الرابعة من التعليم عن بعد شاملة الإعداد والمراجعة والإعداد لامتحانات مراجعة جميع الدروس وتتبيت المفاهيم بالإضافة إلى الإعداد القبلي لامتحانات من ناحية سواء من ناحية المضمون أو سواء من ناحية المنهجية فالحمد لله اليوم الوليدات ديالنا كملوا القرية ديالهم كملوا البروغرام ديالهم ومدابا كيقوموا بوحد دعم تربوي عن بعد استعداداً لانتحانات الخوض الانتحانات ديالهم المسائل الأخرى أو الإجراءات الأخرى تنظيمية كتعلق بالممكن تكلم على على مستويين يعني مستوى داخلي ما بين الوزارة والأكاديمية وما بين الأكاديمية والمديرية الإقليمية وداخل مديرية الإقليمية كان هناك سلسلة من الاجتماعات التي عقدها السيد الوزير مع سادة مديرين الأكاديميات لتنزيل مجموعة من التوجيهات التي يتم العمل على طبيقها ثم كذلك كانت هناك سلسلة من الاجتماعات دورية نقدر نقول من منذ بداية شهر ماي من أجل الاستعداد لانتحانات هذه الاجتماعات اعتمدت الاجتماعات عن بعد عبر تقنية الفيزيو كونفيرانس والتي من خلالها تم تطرق لمجموعة من المسجدات من أجل الاحترام ديالها في مراكز الإجراء بالإضافة إلى ذلك كين هناك داخل مديرية الإقليمية مجموعة من الاجتماعات الإقليمية النسيقية ما بين الرؤساء المصالح لأن الجميع إن شاء الله معبئ لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني فبحث جميع رؤساء المصالح هما متدخلون في الامتحانات ثم كذلك تم الجمع مع رؤساء المراكز من أجل أخذ المعطيات من أجل أخذ عدة الاشتغال وكذلك من أجل التدارس في جميع المسجدات اللي جابها دفتر المساطر في النسخة ديالو ديال 2020 كذلك تم الجمع مع السادة الملاحظون كذلك لإطلاعهم على مسجدات وكذلك مضامي دفتر المساطر وكذلك جميع الدلائل التي تم تقاسم ديالها معهم إضافة إلى ذلك أو بالموازات مع ذلك هناك اجتماعات على المستوى الإقليمي داخل عملة مقاطعة عن الشق هذه الاجتماعات كذلك الدورية والمنتظمة اللي كي سهر عليها السيد عامل العملة مقاطعة عن شق سيموني رحمه شخصيا من أجل إنجاح ديال هذا الاستحقاق الوطني وكذلك بمساهمة وتدخل جميع المصالح الخارجية وكذلك المصالح ديالسلطات الأمنية وكذلك السلطات المحلية هذه الشماعة اللي كان حضروا فيها من أجل تدارس كل ما هو أمني كل ما هو تنظيمي داخل وخارج المراكز فمثلا تم الخلق وحد اللجن مختلطة مثلا كتشكل من المنطقة الأمنية من القوات المساعدة من الدرك الملاكي من الوقاية المدنية كذلك من دوبية وزارة الصحة من التقنيين ديال عملة مقاطعة عن شوق كذلك من جميع المتدخلين المسؤولين على شركة النظافة أو الكذابيئة إلى غير ذلك فهذا كلهم معبئين من أجل الإنجاح ديال هذا المحطة ديالامتحانات تم الخروج الوقوف على جميع المراكز والمدى الجاهزية ديالها ومدى احترامها لمعايير السلامة والوقاية وكذلك لمعايير الأمنية الخاصة بالإجراء أو كذلك باحتل الاستقبال المترشحين واستقبال المواضع إلى غير ذلك كذلك تمت زيارة من طرف هذه اللجنة المختلطة زيارة المركز الإقليمي للانتحانات للوقوف على العمليات كذلك الأمنية وكذلك العمليات التي تصاحب النقل وتسليم وتسلم مواضيع الامتحان فبالتالي الحمد لله كان هناك عمل مشارك جهود مكتفة للوقوف عند كل التفاصيل للتنظيمية لإجراء هذا الامتحان واليوم قد نقول بأن الحمد لله عندنا مجموعة من المراكز اللي جاهزة ومراكز أخرى لأنه تم التوسيع ديال قاعدة المراكز اللي يجري أو هي في طور الاستعداد من ناحية التحصين والإعداد ديال الأجهزات المراقبة ديالها هد كذلك من بين المسائل الجديدة واللي تم الحد عليها هو استعمال الفضاءات الخارجية أو الفضاءات المفتوحة بلوتو داخل مديرية عنشق سيتم اعتماد كلية الأدب وعلوم الإنسانية بعنشق كمركز إجراء الامتحانات فالمدرجات وقاعدة ديالكلية ستكون رهنة إشارة المديرية الإقليمية للاستقبال المترشحين ديالها في احترام تام المعايير الصحية كذلك سيتم اعتماد القاعة المغطط المتواجدة بعنشق قاعة متعددة الرياضات بعنشق وهذه كذلك مناسبة باش ننشكر جميع الشركاء ديالنا لي وضعوا رهن إشارتنا هدل الفضاءات سواء كان الكلية شخص سيد عميد كلية الأدب والعلوم الإنسانية أو كذلك مصالح عملة مقاطعة عنشق أو مقاطعة مصالح المقاطعة ديال عنشق شخص سيد رئيس المقاطعة إذا في هذا المراكز هناك مجموعة من الآليات وكذلك التدابير التي ستعتمد منها أولا تمت بلورة واحد البروتوكول الخاص بالتعقيم ديال هذا جميع المراكز كتصوى المراكز المفتوحة أو المراكز التابعة المؤسسة التعليمية ديالعشق أو كذلك حتى المسائل الوقائية الصحية ممكن أنني نذكر بأن هناك بروتوكول التعقيم الذي سيتم القيام به الذي ستولى المهمة دياله عملة مقاطعة عنشق بشكورة للانخراط ديالها والتعبئة دياله في هذا المجال كذلك لأن هذا التعقيم سيتم قبل الامتحان بعد الإجراء وما بين الفترتين فبالتالي هذا التعقيم لكي تبع لجابتنا وزارة الصحة حتى هو التوجيهات دياله التعقيم ديال هذا البروتوكول سيتم الاحترام ديالها من أجل استقبال مترشحات في حد الظروف صحية ملائمة كذلك الأكاديمية الجهوية زودت المديرية الإقليمية باعتماد مالي من أجل اقتناء كل ما هو لوجيستيكي وكل ما هو وسائل صحية أو مواد صحية مثلا نذكر بأن المديرية الإقليمية اقتهنت أزيد من 80 ألف كمامة لجميع المترشحات والمترشحين أزيد من 4 ألف كمامة لكل من سيدة السادة المراقبين ديال الإجراء ثم كذلك الجميع المتدخلين سواء كانوا ملاحظين أو رؤساء مراكز أو أعضاء الكتابة فكل الملتزم بالارتداء هذه الكمامات الواقية بإضافة طبعا إلى الفريق الإقليمي الصهر على تنظيم الانتحانات بالمديرية الإقليمية إضافة إلى ذلك كذلك هناك أزيد من 2.900 قرارات جيل كحولي لجيل إدغوال كوليك اللي غيكون متواجد داخل كل قاعة وداخل مراكز الكتابة وكذلك في الأبواب ديال المراكز الاستقبال المترشحين لتعقيم الأيدي ديالهم قبل الولوج المراكز وأثناء سيكون مع المنادي الورقية لدات استعمال وحيد كذلك في رهن إشارات المترشحين لاستعمال ديالهم ثم كذلك الصابون السائل في كل من المرافق الصحية والمنادي الورقية في المرافق الصحية وسيتم كذلك التعقيم ديال الأرجل عند المدخل قياس درجة الحرارة بواسطة الجهاز قياس الحرارة لنفخهوج كذلك للتأكد من السلامة الصحية ديال جميع المترشحات والمترشحين فهذا كله إحنا كلنا معبئين من أجل الهم ديالنا الوحيد طبعاً الهم الأسمى هو أننا نحققه للنجاح لجميع المترشحات والمترشحين أنهم يدوزوا في ظروف جيدة ولكن كذلك الضمان السلامة ديالهم تم كذلك الشغال على الإنجاز واحد العدة تواصلية مهمة في شقين شق المتعلق بمناهضة الغيش لأن جارة العادة كانت تكون عندنا في الأيام العادية كنا نديروا واحد لحملة تحسيسية كتدوم كثير من شهر لمناهضة الغيش هذه السنة شغلنا حول الدعم النفسي عن بعد طيلة شهر رمضان بالمساهمة ديال المجموعة من المدربين والأخصائيين نفسيين هذه كانت الفترة الأولى الفترة الثانية ده بكين هناك وسائل تحسيسية تواصلية اللي غا تكون اللي مدين بها لوليدة ديالنا عبر المواقع التواصل الشمعي أو اللي غا تكون عبر ملساقات أو ديزافيش أو ديبن دغول اللي غا يكونوا جميع مراكز الإجراء واللي كتذكر بكل للجسد أو كل المياه ما المعايير التي يجب احترامها أو للكمبورتمون ليخصي إن احترامهم وليكي حفظ على الصحة ديال تلمد أولاً اللي بغيت المساج جالي للآباء ولا تلمد بغيتهم أنهم يجيوا مرتاحين نفسياً لأن نحنا كان عرفوا بأن الأكيد أن هناك ضغط نفسي في ضيل هذا الجائحة ما بين الامتيحان وما بين هذا الخوف من هذا المرض بغيت نقول لهم بأن المراكز ديالنا كتعتمد لمعايير صحية للصحة ديالهم هي في القلب أو في صلب الاهتمام ديالنا دونك ما يجيوش خايفين من هذا النحية فالمراكز كلها ما كتفوتش عشراء في القسم طاقة استيعابية مخففة جداً معايير صحية كلها محترمة كيف مجت عندنا من وزارة الصحة فهي كلها كان نحترمها هناك تقم كبير لمعبئ بالإضافة إلى السيدة السادة الأساتيدة ديالنا تقم تربوي والإداري ديالنا فهناك مصالح أمنية معبئة هناك كذلك مصالح ديال العمالة معبئة من دبيات وزارة الصحة والناس أخرين معبئين باش إنجحوا معنا هذا الاستحقاق الوطني وهذا المرحلة حتى تمر في أحسن الظروف اللي يبقى هو أن كذلك الآباء خاص يكون عندهم واحد الوعي وأنهم حتى هما يوعيون لوليدات ديالهم الجانب ديالهم باش ما يكونواش تجمعات خارج المراكز فهدي كين ناس غير شغلوا عليها وكذلك حتى من عند الأباء باش ما يكونواش حتى هما متجمعين أمام المراكز فاتهما هدا غير عونونا إلى حتار موتهما هدا للشروط الأمنية والوقائية وكانت من النجاح للوليدات كلهم دون استثناء إن شاء الله أنهم يحققون نتائج متميزة كما جرت العادة أن مديرية عن الشق تحريز على نتائج متميزة في امتحانة البكالوريا كذلك ونغتنم الفرصة على أن أجدد الشكر على كل ما يقوم به الجميع المتدخلون كل من موقعه ومسؤول موقع مسؤولية دياله بصفة دياله كل من المتدخلين من على رأسهم سيد العمل مصالح العمالة ديال العنشق وكذلك الشركاء الآخرين لكساسور مقاطعة أو القطاعات الخارجية الأخرى إضافة إلى التقام الإداري والتربوي ديالنا والتقام ديال هيئة تأثير المراقبة التربوية فالكل إن شاء الله متجند ومعبئ لإنجاح هذه المحطة المهمة من المحطات التربوية ديالوليداتنا اشتركوا في القناة